مرحبا أعطيكم العافية وسلام للجميع مش عارف ما أسوي في مشكلة عويصة كيف أفتح معكم هذا الفيديو مش عارف هيا شاريت جاج وبعد ما أكلنا جاج وخلصنا جاج بسمع أنه عليه ريكول اليوم نحكي عن شغلة الريكول أو إعادة المنتج هاي شغلة كثير مشهورة في دول في العالم ومنها كندا طبعا الريكول اللي هو بكل المنتج فيه مشكلة الشركة الأم بتقول يا جماعة اللي عنده هذا المنتج رجعنا إياه إما بنعطيه فلوسه إما بنبدله هذا المنتج أو بنصلح له إياه هنحكي اليوم عن ثلاث شغلات أساسية أو ثلاث مواقع أساسية ممكن في كندا تستطيع أنها تخدمك في موضوع الريكول ريكول مهم جدا في الأكل أنه لما أنت توقع شغلة بيكون فيها مثلا لا سمح الله مشاكل بكتيريا معينة فيها أشياء خطأ ديك اليوم لقوا شغلات بلاستيك فيه أكل أو عصير معين فهاي الشغلات لازم تنتبه لها عادة عادة إذا فيه ريكول كبير ومشهور بتكتوب عنه كل الجرايط بس ممكن دايما تروح على هذه المواقع وتشوف الريكول وطبعا فيه ريكول السيارات إذا لا سمح الله فيه مشكلة في السيارة عادة شركة السيارات انت بتبعت لك رسالة لأنك انت مسجل عندك الفين نمبر أو رقم السيارة مسجل باسمك هاي السيارة فبتبعت لك تقولك فيه عندك ريكول عادة مش دايما فلازم نقدر لكم تابعين هذه الشغلات خليكم انا هحكي لكم عن ثلاث مواقع مهمة في كندا بتعلمك وين وتعرف ومتى فيه ريكول وعن إيش إذا دخلنا بس على الجوجل وكتبنا كندا ريكول رح يطلع لنا أهم ثلاث مواقع اللي هو أول واحد الريكول تبع السيفتي أليرت الثاني تبع الأكل الفود ريكول والثالث تبع الريكول تبع الفي اكل والسيارات والشغلات تبع السيارات طبعا خلينا نحكي عنهم واحدة واحدة هذا السيرش السيفتي ريكول يعني بكل شي فيه له السيفتي مش شرط بس الأكل معظم رح يكون يمكن الشغلات الأكل زي ما انتم شايفين هون مثلا سنو ثروورز ريكول مش عارف إيش كندا السيزن يعني الفود فارم فبوي هذا شبر ماركت اسمه وايت بينز عندهم هذا الريكول بشكل عام هنحكي معهم انه بتغيروا من وقت لا وقت يعني عندما تدخل عليهم رح يكونوا تغيروا فهدول اللي عليهم الآن سحب من المنتجات من السوق وهدول لازم تعرفهم وترجعهم مثلا دخلنا على واحد هاي تاريخ الريكول الفود ريكول شو صار عشان فيه عنده إلرجين فيه حساسية لشغلة موجودة هاي الكلاس اذا بدك هاي النوع الأكل من اي سوبر ماركت هاي اليو بي سي هاي اللي بيكون محطوط عليها الشغل التاني ممكن اهم اشي اللي هي الفود ريكول اللي هي المشاكل بالأكل زي ما انتو شايفين كل اشي موجود هون بكل المقاطعات مثلا هون فيه ألرجين هون مثلا فود ريكول من شدر تشيز نوع من أنواع تشيز اسمه هذا التاريخ تبع الريكول تبعه لقو فيه بكتيريا او الاستيريا موجود مقاطعة كيباك بعطيه كل اشي عنه البراند الاوزان شو الوزنه اليو بي سي او البر كود تبعه فكل اشي تاريخ الانتهاء كله هذا واضح في البرودكس هاي شكل البرودكس من بره موقع مهم جدا للي عايش في كندا اذا بده يدخل من فترة لفترة على موضوع الريكول طبعا اذا روديت هذا بالفاتورة على المحل دايما بردعو لك فلوسك كامل وبزيتوه بالقاربج هذا المنتج لانه عليه مشكلة هذا بشكل عام يعني كثار الشغلات الي بيحملوا عليها الريكول التالت شغلة طبعا اللي هو السيارات بحكي لك عن كل اشي في السيارات هون حتى الـ الـ موجودة بهذا الموقع موقع حكومي في عندك مشكلة ممكن تعمل ريبورتز اذا سيفتي مشكلة ريكولز على الكار سيتز لوك فور ديفكتد انبستيجيشن او ديفكت انبستيجيشن وهون طبعا السيفتي ريكول شو هو الريكول امتى اذا تلاقي اي ريكول بكون موجود عندهم وطبعا افضل اشي انك تتواصل مع الـ تعمل ريجستريشن معهم على السيارة وهم رح يصيروا يبعتوا لك الريكول اللي موجودة بشكل عام على السيارة ولا سبح الله معظم الشركات الكبيرة بتعمل هذا الريكول زي ما احكي لك اول اشي طبعا اذا في عندك اي اشي بتقدر تعمل مع المانيفاكتشنر او الديلر او من في مشكلة في الموقع سبسكرايب تقول برضو في مشكلة مش عارف في عندنا مشكلة بس عادة بتقدر تعمل سبسكريبشن وبرضو ببعتولك هون عن الكار سيتس هدول الشغلات اللي هون شركات السيارات زبك تتواصل معهم عشان تسجل سيارتك بشكل عام كل شركات السيارات موجودة حطين عنها وان شاء الله ما يصير انكو اي مشاكل وسلام السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تجي علنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد